الناس بقى اللي بتشتغل في السحر والاعمال عشان يأذوا الناس هل فانا عندهم قوة خارقة جدا ان هما يقدروا يأثروا كده ويأذوا حد يقدر ان هو يعمل عمل حقيقي يأذي شخص وهل عندهم القدرة دي ان هما يكشفوا كمان المستقبل ويعرفوا بكرة فيه ايه في كل الاعمال دي موجودة في السحر الاسود وفي التنجيم وفي قرية الطالع وقرية الفجان كل دي صور مختلفة لروح العرافة روح العرافة اما بيمتلك شخص بيتدي له بعض المعرفة ولكن ليست المستقبلية ولكن امور بتدخل فيه اطار احداث موجودة او بيتوقع انه تحصل يعني ادي مثلا في مجال التنجيم او مجال قرية التاروت او الشخصيات اللي بتطلع في السوشيال ميديا عمتا وفي التلفزيون وبتدي تنبؤات مثلا احداث هتحصل في العالم او في مصر سنة 23 في جزء منها لما بنجي نركز في الكلام اللي بيتقال بنلاقي فيه انه الشخصيات دي بتقول مثلا عشر احداث كلها متوقعة انها تحصل بناء على تقدير الحاضر سواء اقتصادية سواء سياسية سواء اجتماعية فيه حاجة بيسموها الانحياز التأكيدي انحياز التأكيدي ده لو انا بقى انحياز لفكرة ان انا بقى صدق الشخص اللي بيتكلم باوراق التاروت او بالتنجيم فيه اللي بيحصل لي ان انا لما فيه فكرة معينة من الافكار مثلا العشر افكار اللي اتعرضت اتوافقت معايا انا شخصيا وممكن تحصل معايا او مع غيري مش شرط ان هي تحصل معايا بس هي افكار عامة فيه اللي بيحصل بيحصل عندي تأكيد للانحياز اللي انا بنحصله للفكرة دي والتسع افكار التانية اللي ما حصلتش بتقع من الزاكرة اساسا من عندي فده اسمها لعب اللعب هنا بالفكر او بالزهن ودي طريقة معروفة لكن هل اشخاص اللي بتدخل السحر بتحصل على قوة اه بتحصل على قوة وقوة غير عادية بس النقطة المهمة النقطة المهمة ايه اللي بعد السحر ابليس بيدي لاشخاص معينة قوة وطاقات غير عادية لكن فيه احداث غريبة جدا انه كل اللي انا قريت عنهم في مجال السحر على مستوى العالم كله لابد ان يموتوا ميتة صعبة وغريبة جدا يعني من ابشع الظواهر اللي حصلة في العالم كله حاجة اسمها الاحتراق البشري الذاتي هي حالات قليلة على مستوى العالم حوالي ميتة حالة اه لقوا الحالات دي بيبقى قاعد في البيت او في كرسي ومثلا اه تلاتة اربع جسمه تحول الى تراب ايه والجزء اللي بنتبقي زي ما هو والكرسي اللي قاعد عليه مثلا مفيش اي احتراق ولا اي زواهر احتراق في المكان اللي هو قاعد فيه ده احتراق داخلي ذاتي طبعا الظواهر دي قاعدت مجهولة وعلميا ايه اللي بيحصل لكن سنة 76 فيه كاتب تتبع الحالات دي كلها اسمه مايكل هاريسون وكتب كتاب اسمه نار من السماء قال فيه الجملة دي انه بتتبع هذه الحالات النادرة اللي هو الاكتر من 100 حالة تقريبا على مستوى العالم لقوا ان ليها علاقة الحالات دي كلها بممارسة السحر والاتصال بالارواح الشريرة يعني في مصر مثلا قدي مسأل تاني واحد من اشهر السحراء اللي موجودين في مصر واللي كان له اتصال قوي بالارواح الشريرة وبكتاب مشهور او في الوطن العربي اسمه شمس المعارف الراجل دوت كان خدوه مرة في فيلم عربي حتى في الفترة من الفترات ويمثل جزء جوه الفيلم كان الفيلم بتكلم على تحضير او طرد ارواح شريرة فالمخرج جاب الراجل ده اسمه السيد الحسيني جابه علشان يلقي نوع من التعويزات عشان تبقى تبان للمشاهدة ان هي اه صح يعني بس اتفق معاه انه ما تكونش الاراية كاملة يعني تبقى جزء منها فوافق السيد الحسيني على الامر دوت وابتدى يمثل الجزء ده لكن في الفيلم قال التعويزة الكاملة من كتاب شمس المعارف لدرجة ان المصورين ودي احداث معروفة في السينما المصرية كانوا بيشوفوا خيالات واشباح في الكاميرا وهم بيصوروا واتمنع فترة عرض الفيلم ده في الوقت دوت لفترة معينة لانه سبب نوع من الخوف والهلع في البيوت لما الناس اتفرجت على الفيلم ده سيد الحسيني لقوه في يوم اللي ايام ميت بطريقة بشعة جدا طبيا ما حصلوش اي حاجة مفيش اي هبوط مفيش اي حاجة لكن لقوه وشه عليه رعب غير عادي ملامح ملامح غير طبيعية كل اللي دخلوا علشان يدفنوه او يخدوه يودوه المدافن كانوا مرعوبين من شكل ويقار انه كان سبب الموتة دي انه اراد ان يحضر روح الشيطان نفسه فلم يحتمل ده اللي اتذكر جزء التاني الاشخاص اللي بيروحوا للصحراء دول هل ممكن يتئذوا ولا ما بيحصل لهم شيء زيه اكتر ناس يتئذوا بعد اللي بيحضروا الارواح الشريرة هم اللي بيروحوا علشان يعملوا سحر او يعملوا عمل دول بينطبع عليهم قوانين مملكة الشيطان نفسه بيتئذوا فدول اكتر ناس بعد اللي بيمرسوا السحر جزء التالت الاشخاص اللي بتعمل فيهم السحر هل ممكن يتئذوا؟ يقول كده في الكتاب المقدس بالنسبة لأولاد الله المؤمنين ليس عيافة فيش لعنات او أصحار ليس عيافة ولا عرافة على أولاد الله وإن شاربوا شيئا مميتا لا يضرهم الأصحار والأعمال تصيف فقط اللي مش ملحط بنعمة المسيح اللي عشان كده الكنيسة بتعلمني اتناولوا كتير صلوا كتير اقروا في الكتاب المقدس كتير لأنه العمل النعمة لما بيحيد بالإنسان بيحفظوا من أي لعنات وأي أصحار ممكن شخص ما يعملها ضده